وَكَالَ الْحُبُّ لِلْقُرْآنِ رَائِدُنَا وَمَانِ إِلَّا الْأَمَانِ الْبِيضَ لَوْلَاهُ أَتَذْكُرُ كَمْ تَزَاحَمْنَا نُرَتِلُهُ فَعَلَّمَنَا إِخَاءً مَا نَسْعِنَا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدًا يليق وجلاله وعظمته وكبريائه وصلاةً وسلامًا على خاتم أنبيائه وخير رسله سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً مزيداً إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات برنامج ورتلناه ترتيلا أحييكم بتحية الإسلام وأذكر نفسي وإياكم بفضيلة قراءة القرآن وأن الله تعالى أكرم هذه الأمة بالقرآن إكراماً بعد إكرام أكرمهم بنزول هذا الوحي الخاتم الذي جعله الله معجزةً وجعله الله فتحاً مبيناً وفضلاً كبيراً عظيماً ثم جعل الله قراءته وتلاوته أجراً عظيماً فالنسان كلما قرأ هذا القرآن ازدادت حسناته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل حرف من القرآن حسنة لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فكل حرف على الحقيقة فإنه يكون أجراً وثواباً وحسنات والحسنة بعشر أمثالها فهذه فضيلة عظيمة كذلك الاجتماع من أجل مدارسة القرآن من أفضل القربات قال عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعاً في هذا البرنامج مقدمين ومرتبين ومخرجين ومصورين ومستمعين ومنصتين ومتابعين ومشاركين أن يجعلنا جميعاً من أهل هذا الفضل العظيم قراءتنا إن شاء الله تعالى من الآية 142 من بداية الجزء الثاني سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وإلى نهاية الصفحة إن شاء الله تبارك وتعالى صفحة 32 من المصحف الشريف سيقول السفهاء من أول الصفحة إلى نهاية الصفحة إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبينه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين أيها الإخوة والأخوات هذه الآيات الكريمات البينات من سورة البقرة في أول الجزء الثاني بدأها الله سبحانه وتعالى بقصة القبلة وما قصة القبلة؟ الله سبحانه وتعالى جعل لكل أمة قبلة يتجهون إليها لصلواتهم ودعائهم وبعض أنساكهم وكانت القبلة قبلة الأنبياء هي قبلة بيت المقدس ولما فرض الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بمكة كان توجهه ومن معه من المؤمنين إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى وهكذا استمر الأمر في مكة على ذات القبلة وذات الوجهة ثم لما هاجر إلى المدينة النبوية فإنه كان أيضا يتجه إلى بيت المقدس مدة ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ثم أنزل الله تعالى عليه أن يتوجه إلى مكة وكانت تلك رغبته وذلك ما كان يتمناه ويصب إليه عليه الصلاة والسلام وسيأتينا ذكر هذه الأمنية وهذه الرغبة في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء ثم إنه لما حدث ذلك حاول اليهود أن يثيروا كثيرا من الشبهات وأن يقوموا بالشغب على طريقتهم في هذه المسألة وتكون مناسبة بالنسبة لهم لاتهام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسير على طريقة الأنبياء في التوجه إلى بيت المقدس فإن اليهود كانوا يفرحون بذلك فلما توجه إلى مكة شرقوا بذلك وغضبوا وأرادوا أن يتخذوا ذلك ذريعة للتشويش على المسلمين فأنزل الله هذه الآيات سيقول يا محمد أي سيصدر من اليهود وقال بعضهم حتى النصارى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها أي ستسمع يا محمد قول هؤلاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم ما الذي جعلهم يحولون أو يتحولون من تلك القبلة التي هي قبلة مرضية إلى القبلة الأخرى التي هي قبلة مكة ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها سيسألونك هذا السؤال وسيحتجون عليك بهذا المقال وسماهم الله سفهاء وذلك لجهالتهم فالسفيه هو الجاهل الذي لا يعرف مصلحته الحقيقية مثل ما نقول عن الصغير سفيه وعن من ترك الرشد في فعله وفي ماله وفي مواقفه نقول عنه أيضا سفيه فالله سماهم سفهاء وذلك لأنهم جهلوا حقيقة مصلحة نفوسهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وترك أهوائهم فماذا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لقنه الله ما سيقول قل يا محمد لهم إجابة على هذا السؤال لله المشرق والمغرب فالمشرق لله والمغرب لله فإذا كنتم تتوجهون إلى المغرب أو إلى جهة المسجد الأقصى جهة الشمال الغربي فإن الله يأمركم أن تتجهوا إلى الشرق وما بين المشرق والمغرب قبلة من نسبة لأهل المدينة فمن الذي خلق المشرق ومن الذي خلق المغرب من الذي أوجد المشارق والمغارب هو الله فالله يملك كل هذه الاتجاهات فهو الذي يوجهنا حيث يشاء قل لهم يا محمد الذي أمرني بذلك أن أتحول هو الذي يملك المشرق والمغرب قل لله المشرق والمغرب والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فمن كتب الله له الهداية إلى الصراط المستقيم هذا هو السعيد ثم قال الله تبارك وتعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَى أي ولأجل أنكم الأمة الأخير والأفضل فالوسط هنا بمعنى الأخير والأكمل والأفضل فأنتم الأمة الوسط فيختار الله الأخير فيختار الله لكم خير القبلتين وأفضل الوجهتين لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فمن كانت هذه صفاته فإنه يكون إماماً ويكون ما يختاره الله له الأفضل فهذه الأمة الأمة الوسط جعلها الله شاهدة على الأمة من قبلها كما جعل الله تعالى رسولها صلى الله عليه وسلم شهيداً على الناس جميعاً ويكون الرسول عليكم شهيداً فهذه من فضائل هذه الأمة أن الله جعلها أمة وسطاً والوسطية الخيرية قال أوسطهم أي أخيرهم والأخير يكون دائماً الشيء الحسن بين شيئين أحدهما غال والآخر مفرط بين إفراط وتفريط فجعل الله تعالى هذه الأمة وسطاً بين الغلات يعني في الأنبياء كالنصارى الذين جعلوا من المسيح ابن مريم ثالثة ثلاثة أو جعلوه ابن لله وطائفة من اليهود جعلوا عزير ابن الله وبين الذين تطاولوا على الأنبياء وكذبوهم ككثير من اليهود ممن اتهموا أو يتهمون المسيح ابن مريم بالكذب هذه الأمة أمة وسط بين بين حرمان كثيرين من التوبة وأخذ الآصار عليهم وأنهم لا يتوبون مثل ما حدث لطائفة من اليهود حرموا من التوبة إلا بقتل أنفسهم وبين آخرين يفعلون المعاص والمبقات أيضا يعني ثم أيضا لا يتوبون جعل الله تعالى هذه الأمة أمة مرحومة في باب التوبة في باب المطاعم والمشارب بين اليهود الذين حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بصدهم عن سبيل الله كثيرا والذين وأمة أخرى ليس عندها ما هو حرام فالحلال عندهم هو كل ما مشى ودرج وهكذا جاءت هذه الأمة وسطا بين الأمم وهذا من فضل الله تعالى عليها هذه الأمة وسط وسط في العقائد والإيمانيات ووسط في الأحكام والتشريعات ثم قال الله سبحانه وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه أي من فوائد تحويرك عن القبلة الأولى إلى الثانية هو امتحان هذا الفريق من الناس امتحانهم هل يتبعون الرسول أم يتبعون أهواءهم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فيكون ذلك فتنة وامتحان للناس والله جعل الدنيا دار ابتلاء وامتحان وفتنة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا وفي ذلك امتحان للمؤمنين الذين أسلموا مثل ما كانت الرؤية أو كان الإسراء والمعراج فتنة لأناس كان سببا في ارتدادهم عن الدين فالله أيضا يمحص ويمتحن بتحويل القبلة إيمان أناس هل يصبرون على اتباع الرسول أم ينقلبون على أعقابهم ويتركون هذا الدين لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وهكذا أيها الأحب الكرام الله عز وجل قد يمتحننا وقد يختبرنا بمواقف وبأحكام وبفتن ليعلم الله عز وجل من الذي يثبت على اتباع الرسول في هذه المواقف ويلزم طاعة رسول الله طاعة الله وطاعة رسوله ومن الذي ينقلب على عقبيه نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الإيمان ثم قال الله سبحانه وتعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله أي كان هذا الأمر ثقيلا على أناس لكن الذين هداهم الله وفتح قلوبهم لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الأمر بالنسبة لهم يسير كما قال الله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإنه ليسير على من يسره الله عليه فنسأل الله أن يسر لنا طريق الهداية وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله ثم بشر الله المؤمنين بأن ما كان من صلاتهم قبل تحويل القبلة لن يضيع في ميزان حسناتهم أو لن يضيع عن حسناتهم لأن بعضهم سأل هذا السؤال الصلوات التي أدوها قبل تحويل القبلة ما حكمها هل هي صحيحة أم هي باطلة فأنزل الله هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم في الآية فائدتان عظيمتان الفائدة الأولى أن الله عز وجل من رحمته وعدله أنه لا يضيع أجور العاملين ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وهذا من عدله تعالى وفضله ثانيا أن الأعمال الصالحة يصدق عليها اسم الإيمان فالله تعالى سمى الصلاة إيمانا وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على أن العمل يدخل في مسمى الإيمان وأن الذين كانوا يقولون بأن العمل غير الإيمان وأن الإيمان هو مجرد التصديق القلبي ولا علاقة له بالعمل فهذه الآية حجة عليهم لأن الله تعالى سمى الصلاة وهي عمل أقوال وأعمال مخصوصة تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم فالله تعالى سمى هذا العمل إيمانا فهذا دليل على منهج أهل السنة أو عقيدة أهل السنة في الإيمان أن الإيمان قول وعمل أو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالنازل رؤوف رحيم بكل الناس الله رحيم بهم الله يرأف أحوالهم فنحن بين يدي رب كريم بين يدي رب الرؤوف بين يدي رب الرحيم أرحم بنا من أمهاتنا بنا فهو أرحم بنا من الوالدة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله فربنا جل جلاله أنزل رحمة واحدة إلى الخلق يتراحم بها الناس فيما بينهم حتى إن السبع لا يرفع حافره عن ولده خشية أن يصيبه الأسد اللبوة النمر يرحم صغيره رغم توحشه وغلضه فإنه يكون رحيما بولده هذه رحمة واحدة نتقاسمها جميعا في هذه الدنيا والله أمسك عنده تسعة وتسعين رحمة جل جلاله فأي وصف استطيع به أن نعبر عن جلال وجمال وسعة هذه الرحمة كما يقول حملة العرش والملائكة وهم يدعون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحي هذا من آثار رحمة الله عز وجل حتى في الشرائع وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك أمنية نبينا صلى الله عليه وسلم في التوجه إلى الكعبة وسنبين ذلك إن شاء الله ولكن بعد أن نأخذ بعض الذين شاركون أو يشاركوننا بالقراءة إن شاء الله وتعالى ونبدأ بعبد الرحمن الحافظ نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ولحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ما شاء الله عبد الرحمن الحافظ يعني مشارك منتظم يعني نشكر له وحرصه على المشاركة وقراءته متازة وجيدة حسنة جدا وفقط ننوي إلى أنه يعني يجرد قدر ما يستطيع يعني المد من الخنخنة ما هي الخنخنة الخنخنة إدخال الغنة في الحرف الممدود في الواو المدية في اليا المدية أو الألف المدية يعملون يعملون ولا نقول يعملون 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 نستعين ولا نقول نستعين نعم مشاركة الثاني مهدي فؤاد نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن ولين ك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ما شاء الله لخمهدي قراءة جميلة وصوت يعني جهوري وحسن موفق ما شاء الله في القراءة الأخ مهدي ننبه فقط إلى بعض الكلمات التي يجب أن ننتبه إليها في قوله تعالى سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم وأيضا القبلة التي كنت عليها فهنا القاف من حروف الاستعلاء وهو مفخم عندما يكون مفتوحا أو مضموما أو ساكنا ولكنه في حال الكسر يجب ترقيقه أو هو قريب من الترقيق على خلاب من العلماء هل المفخم تفخيما أصليا من حروف الاستعلاء كالقاف والضاد والطاء إذا كسر فإنه يلتحق بالمرقق من الأحرف والمستفيل أم أنه يبقى مفخما ولكنه في أدنى درجة التفخيم هذا لكن في النهاية يجب يعني هو أقرب إلى الترقيق هو أدنى درجات التفخيم وهو أقرب إلى الترقيق هنا لا نقرأ هكذا القبلة القبلة التي القبلة نكسر القاف عن قبلتهم حتى الغنى التي قبل القاف المكسورة تكون مرققة حتى الغنى عن قبلتهم عن قبلتهم القبلة التي أيضا ترقيق اللام بعد الطاء المفخمة وسطل تكون وسطل تكون تفخيم الطاء مع ترقيق اللام وسطل تكون جزاك الله خيرا أخ مهدي قراءة جيدة أخ محمد خير بكري محمد خير بكري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا قالوا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإن وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون فتح الله عليك محمد خير بكري قراءة جميلة وطيبة وحسنة أسأل الله أن يوفقك وأن يزيدك من فضله محمد خير قرأ من سورة الأنفال وأحسن في الوقفات التي وقفها خاصة في الآية التي تشبه الآية التي ستحدث عنها أيضا في هذه السورة ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك الآية فهو قرأ وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماية وإتنا بعذاب أليم هذه الآية يعني الأولى أن يقرأ الإنسان بنفس واحد ما أمكنه فإذا انقطع نفسه فيجب أن يقرأها يعني أن يصلها حتى يكون بمثابة القراءة بنفس واحد ففعل ذلك محمد خير وجزاء الله خيرا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا ثم رجع لا بد من الرجوع من السماء سماء وإتنا بعذاب أليم يعني هذه يقرأها بنفس واحد مثلا الآية التي سأتحدث عنها إن شاء الله تعالى قراءة محمد خير جيد إن شاء الله جزاء الله خيرا طيب نرجع أيها أحب الكرام إلى الآيتين التي بقيتا من هذه الصفحة التي قرأناها قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها كان النبي عليه الصلاة والسلام يشتاق إلى مكة والتوجه إليها ويحب ذلك وهذا من التوافق بين حكم الله تعالى وبين ما وبين قلب وبين ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأراد فالله عز وجل لبى يعني اشتياقه وجاءت الآية على وفق ما تمنى عليه الصلاة والسلام أحب وهذا يعني من حب الله تبارك وتعالى لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أو قل هو من تهيئة الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الحكم الجديد أن الله تعالى قبل أن تقع محبته أو إرادته أو قبل أن يقع حكمه عز وجل كانت إرادة نبيه وحب نبيه واشتياق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهذا إن كان قد وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم فإنه وقع أيضا لأبي بك لعمر رضي الله عنه في تمنيه لأمور منها مسألة اتخاذ مقام مقام مصلى فإن عمر كان يحب أن يخص الناس مقام إبراهيم بالصلاة حتى قال للنبي صلى الله عليه لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى فهكذا الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهيئ أحكاما كونية أو قدرية أو شرعية فإنه يهيئ ربما من عباده من يهيئ يتهيئ لهذا الأمر أو يهيئ لهذا الأمر لهذا الحكم الإلهي وربك يحكم ما يشاء وربك يقلق ما يشاء ويختار والله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكو ما يريد قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحراء كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتوجه يقلب يعني ينتظر يعني حكم من الله أمرا من الله أتشريعا إلهيا يأتيه ليقول له توجه إلى مكة فكان يشتاق إلى ذلك عليه الصلاة والسلام فأعطاه الله ما تمنى فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وهذا يعني لأن المسجد الحرام يعني من جهة البركة والفضل أفضل من مسجد الأقصى فالرسول ولأن الصلاة في المسجد الحرام تتضاعف في الأجور والحسنات أكثر من مسجده ومن المسجد الأقصى فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يتوجه إلى هذا المسجد الذي هو أحب البقاع إلى الله عز وجل وفعلا هو أرضى قبلة وهكذا الله عز وجل أعطى هذه الأمة أرضى قبلة وأفضل قبلة وأعطاهم أفضل عيد في الشهر وأعطاهم أعظم شهر وأعطاهم أعظم ليلة وهي ليلة القدر فأحب الله هذه الأمة بالفضائل والخيرات والبركات ما لم يحصل للأمم قبلنا وهذا من فضل الله علينا فالشقي من لم يتعرض لهذه النفحات ولم يأخذ بهذه البركات وابتعد عن هذه الإسلام هذا هو الشقي فالله عز وجل لبى لنبيه صلى الله عليه وسلم ما تمنى وأعطاه ما هفت إليه نفسه فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم في أي بقعة كنتم من الدنيا من الأرض فتوجهوا إلى مكة هكذا جعل الله التوجه إلى القبلة شرطا لصحة الصلاة فلا تصح الصلاة إلا بالتوجه إلى الكعبة والشطر الجهة وهذا أيضا فيه اتساع القبلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق ما بين المشرق والمغرب قبلة أي كل هذا كل هذا هو جهة القبلة فمن كان في مكة المسجد الحرام وجب عليه أن يتوجه إلى الكعبة شطر الكعبة ومن كان في مكة وجب عليه أن يتوجه شطر المسجد الحرام ومن كان خارج مكة فإنه يجب عليه أن يتوجه إلى مكة وهكذا يعني جعل الله سبحانه وتعالى الشطر الجهة أمرا واسعا لكما يظن الناس أن المقصود هو إصابة العين عين الكعبة أو عين القبلة وإنما المقصود هو التوجه الشطر وإذا أمكن الإنسان أن يتوجه إلى عين القبلة أو الكعبة فهذا حسن إن شاء الله تعالى ثم بيّن الله عز وجل أن أهل الكتاب لن يرضوا بهذا التوجه مهما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكْ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِنْ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِنْ قِبْلَتَ بَعْضُ وَمَعْ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أن ما جئت به والحكم في الآية التي قبلها وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يتبع أهواءهم وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ وهذه الآية مثل التي مرت في قوله تعالى وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودِ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى قَالَ رَبُّنَا وَلَيْنْ تَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنْ عِلْمَ مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلَيْهِ وَلَا نَصِيرٌ فيجب قراءتها بنفس واحد وكذلك هذه الآية مثلها هذه بعض المعاني التي تتصل بهذه القصة العظيمة في مبتدأ الجزء الثاني من سورة البقرة ننوه إلى بعض الأحكام ولكن بعد أن نستمع إلى المشارك الرابع إن شاء الله وتعالى في هذه الحلقة نذكر بعض الأحكام إن شاء الله نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما شاء الله عبد الرحمن موفق موفق جدا يعني سأل الله عز وجل يزيدك من فضله أيها الأحب الكرام لعلنا بهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة نكتفي بهذا القدر ونسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا أجمعين وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه نشكر للمشاركين الذين شاركوا معنا ونؤكد على الرقم الذي يظهر على الشاشة أمامكم فمن خلاله تستطيعون أن ترسلوا مشاركاتكم سواء المشاركات الصوتية أو حتى بالفيديو على أن تكون المشاركة في مدة دقيقتين لا تزيد على دقيقتين وتكون أيضا بتأود واطمئنان أي بمرتبة الترتيل وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات وأن يزيدنا من فضله إنه جوال كريم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أتذكر كم تزاحمنا نرتله فعلمنا إخاء ما نسعنا